يسلم الواجب زي ما حاكوا شايفين طيب لكن حتى الآن بس الأول واحد احنا كنا متخفقين على واحد تمام طيب هنا بقى حضرتك لما بنيجي نبص على الطالب اللي هيقدي محاولة اللي هيقدي محاولة اللي هيرفع الواجب بتاعه اللي هيسلم الواجب بتاعه لابد ان الدائرة البرتقالية دهيت تظهر هنا مكان مكان الشرطة دي لابد تظهر الدايرة دي يبقى الدايرة دي ظهورها البرتقالية دي معناها ايه ان الطالب له محاولة والمحاولة تتطلب التقدير يعني انا كاستاذ لابد ان انا ادخل واشوف المحاولة ودي التأدير ودي الايه ودي التأدير طيب انا دلوقت دخلت ولاقيت ان الطالب ارسل لقيت العلامة دي العلامة الزارقة دي العلامة الزارقة دي معناها ايه مكان الشرطة دي هنا معناها قيد التقدم معناها قيد التقدم العلامة دي في الواجب يعني حضرتك دلوقتي احنا كنا بنقول ان الطالب متح له من 22 لحد 27 حضرتك قلت انا هدخل بقى يوم 28 دخلت يوم 28 لقيت العلامة الزرق دي موجودة يعني دي معناها ايه معناها ان الطالب كان بيحاول يسلم الواجب او يسلم المحاولة بس حصلت مشكلة ما ايه المشكلة دي احنا ما نعرفهاش المشكلة دي احنا ما نعرفهاش بس النتيجة واحدة النتيجة واحدة اللي ايه ان العلامة الزرق دي هي اللي ظهرت اذا الملف بتاع الطالب ما وصلنيش يبقى اذا الطالب بيقول والله انا انا فتحت الواجب وكنت بسلم الواجب والطالب صادق والاستاذ بيقول بس انا ما وصلنيش الفايل والاستاذ ايضا صادق يبقى اذا المحاولة دي يتقايد التقدم بنا معناها أن المحاولة فاشلة فاشلت لأن المحاولة لو كانت اكتملت كان لابد تظهر باللون البرتقالي اللي حضركم شايفينه ده اللي هي تتطلب تقدير طيب في الحالة دي نعمل إيه في الحالة دي الأمر يبيرجع على حضرتك إنك تعطي للطالب محاولة إضافية علشان يسلم الواجب بتاعه يسلم إيه الواجب بتاعه يبقى دي العلامات أهم العلامات اللي في مركز التقديرات اللي حضركم هتستفيدوا بيها بالنسبة للواجبات بالنسبة ليه الإيه للواجبات طيب نشوف كده الدكتور هنا دكتور أحمد بيقول ممكن تكون دائرة زرق أو صفرة وهذه الدائرة لا يتاكن تشوفون لها حل هي المشكلة هنا يا دكتور المشكلة مش في الموضوع الحل الفكرة كلها إنه ممكن الطالب يعني سبب المشكلة إيه أسباب كتير سبب المشكلة أسباب كتير يعني بمعنى حضراتك دلوقتي لما بتيجي دلوقتي تدخل معايا على الفصل الإفتراضي دلوقتي شايفين حضراتكم مكتوب يتم الانضمام مثلا الدكتور عبد المجيد والدكتور عبد الله بيحاولوا ينضموا دلوقتي ممكن فعلا الدكتور عبد المجيد ينضم لينا وبعد سنتين ثلاثة أربعة تلاقيه خرق تاني عنده مشكلة عنده مشكلة في الإيه في النت تمام فالطالب ممكن وهو بيسلم الواجب ممكن كان النت كويس بس أثناء إرسال الفايل النت عنده يعني إيه حصل فيه مشكلة النت فصل فيه حصلت مشكلة عنده فالمحاولة فشلت المحاولة نفسها فشلت واخد بال حضرتك لذلك دي مشكلة كبيرة ممكن يكون حجم الفايل زي ما الدكتور عبد الفايل بتقول حجم الفايل كبير الطالب مثلا جايب لي فايل 30 ميجا 40 ميجا الفايل كبير لذلك ممكن هو بيسلم المحاولة تفشل هنا النظام بيعمل إيه النظام بيحسب المحاولة على الطالب خلي بال حضرتك في الجزئية دي بيحسب المحاولة على الطالب برغم أنها فشلت يا بو دي مشكلة كبيرة بيحسب المحاولة فحضرتك مدي في الإعدادات هنا إيه خلي بالبقى هنا الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها إن حضرتك مدي في الإعدادات هنا إيه محاولة واحدة لما جينا هنا في تفاصيل التقديم جينا في الجزئية بتاع التفاصيل التقديم تحت هنا كانت المحاولة كانت محاولة واحدة النظام حسبها خلاص هنا لابد حضرتك تعرفها قاعدة عامة طالما إن حضرتك عامل في الواجب أو في الاختبار محاولة واحدة وتحسبت على الطالب خلاص هي تحسبت على الطالب حضرتك حتى لو قلت أنا هزود هزود الاتاح شوية النهاردة مثلا يوم سابعة انتهى وهزود له الاتاح حتى لو حضرتك زودت الاتاح ما حضرتك سويت هي محاولة واحدة والنظام حسبها خلاص هنا الفكرة مش في الاتاحة فقط الفكرة ليست في الاتاحة نعم لابد ان الاتاحة تكون يعني الطالب يسلم في فترة الاتاحة وايضا لازم يكون عنده المحاولة المحاولة اللي من خلالها يقدر يسلم الواجب او الاكتبار فلو اتحسب عليه الواجب اتحسب عليه محاولة الواجب خلاص مهما حضرتك فتحت له الاتاحة دي حتى لو فتحتها شهر حتى لو فتحت الاتاحة شهر حتى لو فتحت الاتاحة على مدار الفصل الدراسي كله بس الطالب النظام حسب على الطالب محاولة اتحسبت عليه وحضرتك هنا في الاعدادات مدي محاولة خلاص مش هيقدر يسلم تاني النظام يقول له انت سلمت المحاولة قبل كده انت سلمت المحاولة قبل كده يبقى لابد نعمل ايه؟ لابد ان احنا نديه المحاولة تانية لابد ان احنا نديه للطالب ايه؟ محاولة تانية دي جزئية من الجزئيات المهمة لكن طبعا لما تيجي حضرك من هنا من اعدادات الواجب وتدل للطالب وتعمل هنا اتنين يبقى انت مش بتدل للطالب بس لانت بتدل كل الطلاب بتدل هنا في الاعدادات الواجب بتدل كل الايه لكل الطلاب امال امال اقدر ادل للطالب ده الواحده ازاي هنشوفها دلوقتي مع بعض لما كنت عايزة حدد الطالب بايه بعينه بس طالب ايه بعينه حتى لو رجعت تاني عدلت عدد المحاولات هنا بقى يا دكتور عاسجد عدد المحاولات هنا الجزئ اللي عاوز اأكدها لحضراتكم عدد المحاولات لمين هنا لما تيجي التحرير ونقول عدد المحاولات EP بيبقى احنا فتحنا الباب اهو لو انا قلت هنا عدد المحاولات وقلت تلاتة فتحت الباب لكل الطلاب عندي هنا في الشعبة انه هو بقى اصبح عندهم تلات محاولات فحضرتك ممكن تجد ان ايه ان الطلاب عملين يرسلهم يرسلهم ليه خلاص انا فتحت للكل انا فتحت ليه للي عنده مشكلة وللي مش عنده مشكلة يعني فتحت مين فتحت للكل فلو حضرتك ما عندكش مشكلة فيها يعني عاوز تخليها اتنين وتبقى للكل فخلاص وكده ما فيش مشكلة يبقى كده الموضوع تحل يبقى هنا هتخليها حضرك اتنين وتتأكد ان الاتاحة في ايه مزبوطة يعني مثلا النهاردة النهاردة مثلا نفترض ان النهاردة يوم 8 في الشهر طب وحضرك كنت اعمل الاتاحة اليوم 7 يبقى لابد انك تفتح شوية تقول بدل 7 النهاردة 8 اخلىها مثلا اليوم حد 10 يبقى لازم تفتح الاتاحة يكون ايه الواجب الطلاب يقدر يسلموه لان الاتاحة ايه مسموح بيه في الفترة المناسبة هنا في الاتاحة الجزئة دي مهمة جدا يعني الجزئة دي ايه مهمة طيب كيف يعرف الطالب انه فشل فيه رفع الواجب لقى يعود بنفسه لحل الواجب هنا مشكلة تانية بقى دكتور تميل الفكرة برضو انا عاوز اوضح لحضراتكم ان الطلاب نفسهم هتجد هنا اي طالب انا دخلت هنا طبعا هنا كطالب هوا هورل برضو طالب حضراتكم خانونا ندخل من هنا كطالب تاني هوا بس الطلاب برضو فيه طلاب ما بياخدوش بالهم من النقطة دي يعني تحديدا الجزئة دي في الطلاب كتير ما بياخدوش ايه اي مكرر اي مكرر هتجدوا حضراتكم فيه حاجة اسمها درجاتي ماي جريدز ايه شايفانها حضراتكم حضراتكم برضو تنبيهوا على الطلاب ايه على الحتة دي او درجاتي او ماي جريدز دي من خلالها الطالب بيقدر يتابع حالة الانشطة والواجبات والاختبارات اللي اقدمها اللي هي ايه اللي لها علاقة بمركز التقديرات كل الاعمدة اللي موجودة في مركز التقديرات الطالب يشوفها هنا فين في درجاتي يعني لو الطالب ضغط على درجاتي كده لو ضغط على درجاتي شايفين حضراتكم عايبان ايه اهو انا هورل حضراتكم اهو وحضراتكم تكدوا بالكم معايا كده اهو تشوف حضراتك كده مكتوب هنا ايه اختبار تمام لو الطالب كده راح اليسار هيجد ان الطالب الطالب نفسه خلينا اجيب الشاشة من هنا يبقى انا عندي هنا ادى هنا الاعمدة اللي في مركز التقديرات وادى الدرجات اللي الطالب حصل عليها الطالب هنا حصل على كام مثلا ادى الاجمالي 38.5 من 2.90 اهو 38.5 من 2.90 طب في اختبار اهو في شرطة الشرطة دي ات معناها ايه ان الطالب ما قدمش الاختبار او ما قدمش الواجب ما قداش يبقى كل الجزئة دي معناها ايه انه ما قداش طب لو لقيت هنا لو الطالب لقى علامة هنا برتقالية لو لا او بلاش نجيبها نوضح لحضراتكم اهو لو الطالب هنا لقى هنا العلامة الزرق العلامة الزرق اللي هي قيد التقدم يبقى اذا المحاولة دي محاولة فيها مشكلة اسمها قيد التقدم الطلاب نفسهم ما ببقاش عارفين الشكل ده معناه ايه فلابدو حداركو توضحوا توضحوا الجزئية دي ترجمة نانسي قنقر